تراجع عدد المركبات الداخلة إلى السوق المحلية والتي تم التخليص عليها من هيئة المناطق الحرة بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وبحسب أرقام هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية دخل إلى السوق المحلية 14309 مركبات في عام 2019 وبنسبة انخفاض وصلت إلى 14% عن 2018 حيث كان 17 ألف مركبة الأرقام أظهرت أيضا تراجعا كبيرا في حجم الطلب على المركبات العاملة على البنزين حيث تم التخليص في النصف الأول من العام الحالي على 7800 مركبة تقريبا في 2019 نسبة انخفاض وصلت إلى 27% عن 2018 كانت 10670 مركبة بالمقابل كان هناك ارتفاع في حجم الطلب على المركبات العاملة على الكهرباء بنسبة وصلت إلى 14% حيث تم التخليص على 3384 مركبة في 2019 وب2018 2969 مركبة أما المركبات العاملة على الكهرباء والبنزين أو ما يعرف بالهايبريد فقد ارتفع حجم الطلب عليها خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة 5% كما نلاحظ 2019 315 مركبة 2018 2976 مركبة وفي قراءة للأرقام الصادرة عن هيئة مستثمرين مناطق الحرة والتي أظهرت تراجعا في إجمال عدد المركبات الداخلة إلى السوق المحلية من المنطق الحرة إضافة إلى وجود تراجع ملحوظ في حجم الطلب على المركبات العاملة على البنزين وعدم التخليص على أي مركبة عاملة على الكهرباء في شهري أيار وحزيران